أهلا وسهلا بكم لمناقش هذا الموضوع سنرح من سوديهاتنا في جدة المحام بالمسجار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي وأيضا أم خالد وهي أمرضة تعرضت لي تعصف إداري حسب ما تقول وتجربتها نبدأ مع أم خالد أم خالد روينا قصتك بالضبط السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أم ساكو أستاذ علي أم ساكو أستاذ المشاهدين أنا أشكر البرنامج على إيطاحة لي الفرصة أنا نقلت عسفي من الشؤون الصحية بجدة من 1431 لأنني أبلغت عن فساد إداري وفني كان في عدة ملاحظات لحصة أسناع عملي الدوام الموظفين كانوا ما بيحضروا إلى ساعة تسعة ونص عشرة وساعة المدير الإداري ما يأتي أيام وأيام يأتي ويأتي المرضى وكنت أدخل جميع جلسات الهيئة الطبية مثلا في ثلاثة جلسات أنا وزميلة لي للأسف نقلنا سوا أساس إحنا عدد زايد وين نقلوكم نقلوني قالوا أنه أنا ملاكي مستشفى الولادة وأنا عمر ما اشتغلت في مستشفى الولادة والأطفال بجدة أبدا نقلوك من جدة في جدة وصار تعسفي نقل لا 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 التعسفي صار من بعد ما أخبرنا أنه فيه فيه أخطاء طبية فيه أخطاء مفلية أخطاء إدارية من اللي قال أنه تعسفي أنت ولا فيه شيء يثبت أنه تعسفي لا لأنه بعد ما بلغنا سار نقلنا في ظرف ثلاثة أيام وين كنت أنت أساسا أساسا أنا كنت في الرعاية الأولية الصحية طرف عشر سنة وين نقلوك وين وين نقلو المستشفى الولادة واشتغلت في الهيئة الطبية سنة ونص طيب يعني فيه جدة كل هذه صح نعم نعم طيب من قال أنه تعسفي تعسفي لأنه يعني سار بعد ما إحنا بلغنا رح نهي لا نخصم شيء نخصم شيء من راتبك نعم نخصم شيء من راتبي وقالوا بعدين في اشتكيت على ديوان المظالم قالوا أنه هم خصموا ثلاثة أيام من راتبي هذا هو الإجراء القانوني لا لا غير لا غير الثلاثة أيام أنا أتكلم أنت كان عندك نعم يا جماعة صلحونا بس الصوت لأنه أنفاس الدكتور إبراهيم الأبادي عندي بس يعني حلونا ذا المشكلة التقنية الآن أنت أقصد في عندك مثلا ميزات بدلات تم أخذ أي ميزة منك أو راتبك لا يزال كما هو لا لا طبعا أنا مجمدة 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 ما ترقيت من 1415 لا 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 سؤالي واضح أنت الآن كان راتبك نفترض سبع آلاف نقول لك للمستشفى الولادة نعم صار ستة وخمسمية ولا ظل كما هو سبع آلاف لا 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 زي ما هو الراتب طيب أوكي جيد دكتور إبراهيم هذه الحالة اللي عندنا نستطيع أن نقول أنها تعسفي ولا نخترع أنه تعسفي من روسنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السلام ومحمد علالي وصحبه وسلم وأجمعين خلينا نحن نتكلم عن الحالة حالة الأخت أم خالد كون أنها تنتقل يعني جبرا إلى قسم ليس قسمها أو ليست مختصة للعمل فيه فهذا من باب أحيان قد يكون من نوع كيف مختصة دكتور إبراهيم يعني هي اختصاصها اختصاصها مثلا تكون في مجال معين في مجال التمريض كما يعني مثل حالة الأخت أم خالد فتنقل إلى قسم ليس قسمها في الأساس وليست مختصة في العمل فيه لا بس لن نتكلم عن هذا النقطة بس لحظة سمحت دكتور إبراهيم أنت الآن أم خالد أنت إش كان طبيعة عملك هناك في المكان الأول أنا فنية تمريض عام فنية تمريض عام فكان الهيئة الطبية ممرضة نعم في المكان ولي قالوا نعم السشفة الولادة قسم التعقيم التعقيم هذا يتعارض مع شغلك يعني نعم طبعا أكيد وأنا أرسلت برقية وش تعارض يعطينا من ناحة الفنية لش يتعارض من ناحة الفنية لش يتعارض تفضل يا مخال يتعارض أنه أنا عملي فني يعني أنا ممرضة تعقل قسم التعقيم فني ورد يختص بلف الشاش لا لا ما هو فني أستاذ علي ما هو فني والدليل على كده لما ناستك برقية الوزيرة الصحة لما كنت تعملي ممرضة يتعارض مع عملك أنك تلفي شاش لا 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 عفوا مو قصد كده أننا نشتغلنا في الضماض وشتغلنا في عمليات صغر وعمليات كبرى وشتغلنا في عيادات خارجية المشكلة أنه هذا القسم فتحه جديد مستشفى الولادة مستشفى الولادة رئيسة التمريض ممكن أسمي لا 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 تسمي أننا الآن لا أردنا الشيء الذي يظهر أنه في تعسف يعني أعذريني معلش يعني تقنعيني يعني أنه نقلت عادة نقولك للتعقيم لا 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 إيش طبيعة العمل في التعقيم هذا قسم جديد أم كديم إيش طبيعة العمل التعقيم لا يختص بالطمريطة دعونا سألك السؤال بطريقة ثانية ما يفعلون في التعقيم ننظف الأدوات العملية نعقم اللبس العمليات وأنا أعتذرت أن أشتغل في هذا القسم لأن أجبرت أن أدوم فيه وهذا الكلام تم باتصال بين مدير عامة الشهونة الصحية ومدير مستشفى الولادة بعدما اعتذرت مديرة التمريض قالت لا أستقبلك لأن كنت مع عمرك أشتغلت عندي ولكبر سنك ولمرضك فرجعت للدكتور مديرة الشهونة الصحية فقلت له رأيت بكل شهرين وثلاثة بأوقف وأنا عندي التزامات اتصر على المدير وقال له لازم هذه تشوف لأي مكان تحطها فيه وحطني في التعقيم بدأت رفضت أنت بعد أن تشتغلين في التعقيم نعم رفضت تشتغلين في التعقيم بعدها نعم طيب دكتور إبراهيم يعني إحنا الآن أمام نقل تعسفي أو أمام عصيان موظف المرؤوسي المرؤوسي والله يشوف أن يعني من ناحية هل ينشوف الناحية الفنية عندهم كيف طريقتها لا أعرف إيش طريقتها لا أحنا سألنا نفس اللي يعمل في التمريض هذه الأشياء اللي ذكرت في التعقيم هو أساساً المرضى تعملها كلنا عارفين لأنه التمريض اختصاصات فهي بحسب كلامي معها في السابق ليس اختصاصها هذا العمل مثلاً ما أعرف المواضيع لكن خلينا بسرعة عامة نتكلم عن قرارات الإدارية وعملية النقل النقل التعسفي داخل الإدارات يعني خاصة في بعض يكون بعض الأشخاص غير مختصين في عمل معين وينقلون إلى هذه الأعمال أو ينقلون إلى داخل الإدارة يكون في نفس الإدارة في نفس البلد لكن في أماكن مثلاً ينقلوهم إلى الإرشيف ينقلونهم مثلاً إلى أماكن ليس فيها أعمال وذلك اتقاءاً لشرهم بحسب نظرة رئيس الدائرة أو مدير الدائرة هذه هنا في هذه الحالة تدخل عملية التي هي النقلة التعسفي أو إجراء من إجراءات التي تتخذها الإدارة داخلياً لتحجيم بعض الموظفين أو مثلاً لحجب بعض المعلومات عنهم إذا اتخذت على هذا الأساس وكان الشخص شهاداته لا تؤهلوا هذا العمل طبعاً نعتبر نقل تعسفي لكن إذا كان من ضمن اختصاصات العمل التي يتولى هذا الموظف طبعاً في هذه الحالة لا نعتبر أن هذا نقل تعسفي بل بنواجب الموظف الانصياع لرئيسه وممارسة هذا العمل وخلينا نتكلم على الكلام الذي قاله رئيس هيئة حقوق الإنسان بصورة عامة القرارات الإدارية كثير من القرارات الإدارية التي تصدر أو خلينا القرارات القضائية الإدارية الخاصة بالشأن الإداري هو يشتكي من أن كثير من الإدارات لا تنفذ هذه القرارات الخاصة بالموظفين وهذا بالفعل صحيح نرى كثيرا من الموظفين يتظلموا إلى المحكمة الإدارية وتصدر أحكام من المحكمة الإدارية ثم أن تلك الإدارات لا تنفذ هذه القرارات ليش رئيس الدائرة أو مدير الدائرة أو الوزير في هذه الدائرة يعني يشعر بتلك الحماية الكبيرة ليش مطمئن ما عنده إشكالية ما في إذن سنقول أنه ما في عقوبة ففي هذه الحالة يجب أن يفعل دور قاضي التنفيذ قاضي التنفيذ في قرارات نحن الآن نتكلم فقط عن موضوع القرارات الإدارية وهذا طبعا قاضي التنفيذ يجب أن يشمل جميع القضايا لكن نركز الآن على القرارات الإدارية كم من الموظفين تصدر لهم قرارات من المحاكمة الإدارية وتنفذ لا لا تنفذ لا ما تنفذ والقرارات الإدارية فيها شقين قرارات كمثلا قرارات تقييم الأضرار قرارات تقييم صحيح بس دكتور إبراهيم أنت ما عطيتني رؤيتك القانونية ورأيك لموضوع مخالد يعني أنت الآن المعلومات كلها بين يديك السؤال كان هل ما تفعله مخالد يعتبر عصيان لمدراء ولا يعتبر فعلا كما ترويه أنه نقل تعسل والله أنا ما اطلعت على كامل الأوراق لكن نقول إذا كان العمل الذي تؤديه أم خالد هي من ضمن الأعمال التي في الأصل موكلة لها فهذا لا يفترض أنه يعتبر منها يعتبر عصيان لكن إذا كانت ما هي من ضمن الأعمال لا يجوز للإدارة إجبارها على عمل ليس من اختصاصها هذه القاعدة العامة لكن من ناحية الفنية أنا لا أعلم حقيقة كيف الوضع أم خالد وما فسرت لنا تفسير عموما إحنا وجهة النظر الثانية غايبة جدا فما فينا لازم ناخذ موقف ضد الطرف الغايب حتى نكون مهنيين فاصلوا أنا أعود لكم بعد قليل أهلاً وسهلاً بكم لازمنا نتحدث عن التعسف والنقل التعسفي أو الفصل التعسفي يأتي حديثنا ومبر حديثنا الدعوة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الإنسان الرئيسة والمتضمنة أنشاء أقسام تعنا بحقوق الموظفين عبر وحدات حماية حقوقية داخل كل منشاء ضيوف الأعزاء الدكتور إبراهيم الأبادي وهو المحامي والمستشار القانوني والسيدة أم خالد وهي ممرضة تعرضت لتعسف إداري بحسب تعبيرها هي إلى الآن لازمنا نحاول نعرف هل هو تعسف أو لا أم خالد أنت لما اشتكيت رح تلجها ديوان مظالم مكتب عمل نعم أنا رفعت قضية في ديوان المظالم من أول أسبوع نقلت فيه وظلمت والتضح أنه نقلت تعسفي حسب رأي القاضي وحضرت تسعة جلسات في سنة ونص وصدرت لقرار بالعادة الهيئة الطبية من رمضان الماضي ولكن لم ينفذ وللأسف حتى أستاذ علي أنا إنسانة مريضة وعندي عملية تيبس في الكتفة الأيسر وإصابة عمل للأسف إنها إصابة عمل يعني أنا طحت من كرسي العمل ولكن لم أسببت إصابة عمل وما أقدر أداهم وعندي إجازات مرضية ورواتبي بتتوقف وأنا إنسانة خلينا بعد إذنك أنت الآن هذه حجة لوزارة الصحة ليست عليهم يعني أنت تعبان وعندك إصابة ومخلينك الداوميين وحاطينك في قسم وماشي أمورك يعني لا إلى الآن لم أرى أي تعسف أستاذ علي تفضل دكتور نقطة نقطة يعني أعطتني الآن قبل قليل اللي هي قرار ديوان المظالم اللي أصدر القاضي في الديوان وكان القرار اللي كان بيقول إنه أشواء قراء لكم القرار كان جميل يقول مما سبق إرادهم بريرات لتكليف المدعي يتضح للدائرة أن الهدف من تكليفها يتضمن في طياته التأديم وهو عقوبة مقنعة وليس تحقيقا للمصلحة العامة إذن من خلال تحقيقات القاضي يبدو أنه أنه تضح له أن القضية قضية عقوبة مقنعة ولهذا يقول وليس هناك حاجة لتكليفها الذي هو شرط من شروط التكليف وتشير الدائرة للتكليف أو النقل ليس من ضمن العقوبات التأديبية هو يبدو أن ينتضح من خلال الخطابات القاضي تبينه من خلال الخطابات التي تداولها الصحة ضد الأخت أم خالد لإبلاغها عن بعض أنواع الفساد لذلك الدائرة الإدارية في ديوان المظالم أبطلت قرار الوزارة يعني هذا الكلام الموجود في أمامي لكن للأسف الشديد هل مثلا تلك الدائرة أو وزارة الصحة هل تزمت بالقرار بقرار الديوان وهي جهة قضائية جهة قضائية مختصة في القضاء الإداري هنا النقطة الأساسية هذه نقطة أولى هي عندها نقطتين الأخت المخادر هي مسألة النقل وهنا من خلال القرار الإداري القاضي وهو القرار مستأنف ومكتسب الحكم مكتسب القطعية وواجب النفال عندها مسألة أخرى وهي مسألة تانية وهي مسألة انقطاع الرواتب هي كانت ملخبطة في الأمور عموما انتهينا من النقطة الأولى عشان ننتقل للنقطة الثانية عرفنا لا نقطة الأولى بغاك ترجع لي فيها بس انبسطها شوي للمشاهدين مشاهدة طيب يعني شوف بعض الإدارات الحكومية يعني زي ما ذكرنا في السابق أنه إذا يبغوا يحجم الموظف مثلا شنو من قسم يكون مختص فيها ويكون له سنين شغال في هذا القسم إلى قسم لم يعمل فيه يعني من عشرات السنين مثل الأخت المخالد لها ممكن أكثر من 13 سنة وهي ما تعمل في مستشفى الولادة ثم يعيدوها إلى تلك المستشفى طيب هي مختصة الآن في عمل معين ليش نقولها إلى عمل ليس لها اختصاص فيه إذن هنا الناحية المعرفية انتفت عندها وهل هناك حاجة هل هناك حاجة للأخت أم خالد للعمل في هذا المكان ما هي المصلحة التي يتحقق للعمل بذهابها إلى ذاك المكان هل هناك بديل أو ليس هناك بديل هذا ما يقوله القانون من خلال القرار اتضح أنه ليس هناك حاجة هناك بدلاء آخرين مختصين في مسألة يعني العمل في مستشفيات الولادة وهي ليست مختصة إذن هم أو لأنهم يذهبوا إلى تلك الأماكن هنا تضح أن القرار قرار تعسفي نعم هذه النقطة الأولى تضحت أوكي النقطة الثانية تأخذ الرواتب طيب النقطة الثانية طبعا النقطة الثانية مسألة الرواتب هي كان يعني نوع من التعسف الذي حصل عليها أنها لما غابت عدة أيام بتقرير طبي نظرا لكلام الذكرات اللي عندها تيبس وداخل كانت عملية لم يحسبوا له هذه التقرير الطبية رغم أن هذه التقرير الطبية صادرة بمستشفات حكومية تابعة لزارة الصحة وخصموا عليها رواتبها يعني خصموا رواتبها فهي تقدمت أيضا لدوان المظالم بطلب عاجل لصرف الرواتب وصدر لها هذا القرار قرار مستعجل بصرف رواتبها هل نفذت أيضا وزارة الصحة لم تنفذ يعني إحما نيجي على الناس اللي ما عندهم على قوله ما عندهم ضهر وانضربوا يعني ويتلط يعني هذه إنسانة ما عندها أي مورد دخل تاني هل مثلا تترك بهذه الطريقة هي آدمية لا عندها أولاد ولا عندها شيء آدمية وحدانية مسكينة لماذا تتصرف الإدارات الحكومية تلك الإدارات الحكومية ليست هي أملاك خاصة لأشخاص معينين الإدارات الحكومية هي تعين المواطن وليست يعني ضد المواطن يعني هنا يعني لو قلنا لو شدنا ناحية الإنسانية ما في ناحية إنسانية طبعا أنت يا يا مدير في إدارة العمل نفذ القرارات القضائية من هنا نرجع نقول أن مدراء الإدارات والوزراء وأي مسؤول لا ينفذ لا ينفذ القرارات القضائية يجب أن يعاقب يجب أن يكون هناك عقوبات على من لا ينفذ تتعطل مصالح الناس يتعطل الاقتصاد تتعطل الدورة الاجتماعية التنموية في البلاد بتلك التعطيلات نحن نصير مزاجيين نحن نصير الناس مزاجيين والله ما عجبني فلان أنا أعطله وإذا أعطل القرارات التي تصدر وبالتالي صارت الحكاية يعني كل واحد ملك في مكانه يعني كل واحد يبغى جلس على هذا الكرسي لصق نفسه فيه جلس سنة سنتين ثلاثة وخمسة وعشر سنين واعتبروا أنه ملك من أملاكه وهذا هنا تكمن الخطورة ويجب أن يكون نحن ما نبغى نكون أجهزة تعدد أجهزة الرقابة لا يجب أن يكون كما قلنا سابقا نكررنا كثيرا هناك تنمية عقلية للناس في المجتمعات أن تنمى عندهم يعني مهارة معرفة الحقوق لكل إنسان له حقوق يجب أن يعرفها وعليه حقوق يجب أيضا أن يعرفها عشان يؤديها بالتالي هذه الرقابة الذاتية التي تنبع من التربية هناك ناحية أخرى يجب أن في كل الإدارات الحكومية موجود عندهم دائرة اسمها أو إدارة اسمها إدارة الرقابة والتفتيش التي تنظر وتراقب هل مثلا الأنظمة طبقت أين دورها تلك الإدارات أنا أقول لك أن مدراء الإدارات أو الوزراء هم يتحكمون في تلك الإدارات وبالتالي ما يكون ضد الوزير أو ضد المدير الإدارات أو مديري الإدارات هم سيغمضون أعينهم سواء يعني بالرغبة أو بالقهر إذن إدارات كثيرة من تلك الإدارات إدارات نائمة وإلا ما المعنى أن إدارة حكومية تعارض القضاء القضاء من أساسات الدولة القرارات القضائية يجب أن تحترم ويجب أن تنفذ وإلا ما كان للعدل مكان في البلاد والبلدان والدول لا تقوم إلا بالعدل وإذا انتهى العدل من تلك البلدان إذا تنهار تلك البلدان كما قلنا سواء تنهار من الناحية الأمنية من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من كل النواحد وفي ملاحظات كثيرة من هيئة الأمم المتحدة ومن كثير من الهيئات على بعض الإدارات في السعودية أنها لا تطبق القوانين ولا تحترم تلك القوانين إذن هناك خلل الخلل هذا يجب أن ينتبه عليه مسؤولي أولاة الأمر والمسؤولين وإلا يعني سينفرط العقد حقيقة هذه الناحية الأولى التي هي مسألة مسؤولية الإدارات الداخلية في تنفيذ القرارات تأتي الإدارة الأخرى وهي المسؤولة عن مراقبة تلك الإدارات وهي هيئة الرقابة والتحقيق نحن ليش ننشئ مئة ألف هيئة عندنا هيئة الرقابة والتحقيق عندنا دوانة المراقبة العامة وإن كان اختصاصاتهم في بعض النواحي تختلف عندنا هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان الحكومي والأهلية ليش تكثر وليس هناك نتاج إذن هناك خلل نحن نقول يكفينا هيئة الرقابة والتحقيق إن هي أجهة التفتيش الإداري لكن أين دورهم هيئة الرقابة والتحقيق نريد دور فعال نعم طيب أم خالد أترك لك التعليق الأخير فضلي أستاذ علي أنا من خلال برنامجك أتمنى أتمنى وأتوجه لخادمة الحرمين الشريفين بالتدخل في موضوعي شخصيا وبالنسبة لموضوعي أربع سنوات وأنا أروح وأجي أروح وأجي ويعلم الله أنه أنا يعني ما أمتلك المال يعني أكتر من أربع مرات بيتوقف رواتبي وعلي ديون وعلي قرض وعلي يعني أنا إنسانة وحيدة وعندي بنات مسؤولة يعلم الله أنه أنا حالتي تعبانة ومحتاجة عملية وما أعرف إيش أقول أستاذ علي بس أتمنى من المسؤولين أنه منظر الحالي وحال غيري نعم شكرا لكم خالد شكرا لك دكتور إبراهيم الآبادي فاصل ونعود لكم بعد قليل في قضية أخرى اشتركوا في القناة